حياة النجوم والمشاهير مليانة بالكواليس والأسرار وبعضها مش بتتكشف إلا بعد وفاتهم وعلى الرغم من سعي وسائل الإعلام لكشف خباي حياة النجوم والمشاهير إلا إن في عدد كبير من الفنانين بيقدروا يهربوا من وسائل الإعلام علشان يقدروا يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين لكن في أخطاء وإعفاع بعض الفنانين وما يدرواش ينكروها وخصوصا أخطاء الجواز والغرف اللي كان بيجي منها أطفال لإنهم إزاي هيقدروا يخبوا طفل بعيد عن عينين وسائل الإعلام ورغم كل ده لكن في عدد من الفنانين رفضوا يعترفوا بولادهم ومن أشهر الحكايات اللي كان لها صدا وسع عنده الجمهور حكاية أحمد عزي وزينا وعلى الرغم من تسريب صور لهم مع بعض لكن أحمد عزي أنقر جوازه من زينا إلا إن زينا أثرت إنها كانت متجوازة من أحمد عزي وخلفت منه توقم وفي اصطراف ده أحمد عزي اللي اعترف بجوازه من زينا ونسب التوقم ليه اضطرت زينا إنها ترفع دعوة إثبات نسب ضد أحمد عز بعدها اتهم أحمد عزي زينا بإنها بتسعى للشهرة من ورام حولتها المستمرة للتشهير بي وبعدها بدأ أحمد عزي يتهرب من تحليل الدقي إيه بدعوة إن النيابة غير مختصة لكن في النهاية حكمت المحكمة بإثبات نسب الأطفال لأحمد عز أما عن الفنانة سمح أنور فبعد ما رجعت للأضواء مرة تانية بعد غيابها مدة طويلة عن الشاشة ظهرت سمح أنور مع شابه وقالت إنه ابنها وفي البداية أنقرت سمح أنور ابنها قدام الجمهور وقالت إنه ابن صديقتها وإنات بنته بعد وفاتها لكن بعد سبع سنين اعترفت سمح أنور بابنها قدام الرأي العام وقالت إنه ابنها من زواج سر تم خلال الفترة اللي كانت بعيدة فيها عن الشاشة أما عن أحمد الفشاوه هندي الحنوي فبعد جوازهم بشكل عارفي رفض أحمد الفشاوه في البداية اللي اعترف ببنته لينا بعدها قررت هندي الحنوي أنها ترفع دعوة إثبات نسب ضد أحمد الفشاوي وبعد مشوار طويل في المحاكم حكمت المحكمة بإثبات نسب الطفلة لينا لأحمد الفشاوه بعدما أثبتت تحليل الدي إني إنه والدها أما عن الفنانة هندي رستم فبعد ما تجوزت بشكل سري من المخرج حسين الرضا وخلفت منه بنتها الوحيدة رفض المخرج حسين الرضا اللي اعترف ببنته وأنكر جوازه من هندي رستم بعدها رفعت هندي رستم على قضية وفضلت في المحاكم لمدة 4 سنين وكان القضي مش عارف يحكم لأن طليقها كان بيتزر عن حضور جلسات المحكمة لكن في النهاية قدرت هندي رستم تثبت نسب بنتها للمخرج حسين الرضا بعدما حددته النهاية تفضحه هتشهر به أما عن الشاب خالد فأثار حالة من الجدل بعدما رفض اللي اعترف بابنه أنس حسب ما قالت والدته قدام النيابة وما زالت القضية معلقة بين الطرفين في النيابة أما عن الفنان عمر الشريف فرفض اللي اعترف بالشاب بروبين بعدما ادعى أنه ابنه من علاقة غير شرعية بينه وبنت صحفية إيطالية وقتها صرح عمر الشريف وقال أنه مش بيعتبر ابنه على الرغم أنه بيعترف به وبرر كلامه وقال أنه ممكن يكون تم تلقيحه بحيوانه منه وخاص به لكن في الحالة ده هيكون عنده مليون ابن أما عن الفنان نجيبي الرحاني ففي سنة 2008 ظهرت سيدة أجنبية اسمها جينا وقدمت كل الأدلة اللي بتثبت أنها بنت الفنان نجيبي الرحاني من راقصة فرنسية اسمها لوسي ديبراني وقالت جينا أن والدتها جت مصر بعدما كان الرحاني بيدور على بنت أجنبية تمثل معه في مصرحية كشكش بيه وبعدها حابوا بعضه وتجوزوا لمدة 3 سنين وبعد انفصلوا مسافرة باريس وقالت جينا أن بعدما الرحاني فقد للأمل في العصور على والدتها اتجوز من الراقصة بعدها مصابني وبعد فترة قبل والدتها مرة تانية في باريس وخلفوا بنتهم جينا من غير ما يتجوزوا تاني أما عن الفنانة كاميليا ففي سنة 2012 ظهر شخص اسمه عادل عبدين عبدالقاوي وقالوا أنه ابن غير شرعي للفنانة يهودية كاميليا وعلى حسب كلامه قاله أن الملك فاروق كان على علاقة غير شرعية بوالدته ورفض الاعتراف بك ابن ليه وقال أن بعد وفات والدته كاميليا يتبنوا ناس أسرياء وعاش معهم لكنه ما قدرش يقدم أي دليل يثبت بصحة كلامه أما عن الفنانة اللبنانية أمر فرفعت دعوة لإثبات نسب ابنها جيمي ضد راجل لأعمال جمال ماروان صاحب قانوات موليدي بعد ما أنقر جوزوا منها ورفض الاعتراف بابنه لكن حكمت المحكمة برفض دعوة إثبات نسب الطفل جيمي الجمال ماروان ترجمة نانسي قنقر